مرحبا بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم التمارين الأضافية اللي بيها الكثير من التمارين المهمة طبعا يسأل الطالب ونلقى التمارين الأضافية استهال التمارين الأضافية توجد بعد نهاية اليونة الرابع ملاحظة قبل ما أبدأ بالشرح هذه التمارين الأضافية بعض الأساتذة هم رح تشوفون أن الكتاب من قسمهم أن التمارين الأضافية ما اليونة الأول والتمارين الأضافية ما اليونة الثاني وهكذا بعض الأساتذة من يخلص اليونة الأول يروح يعبر اليونة الرابع ويأخذ التمارين الأضافية ما اليونة الأول وهالنوب يخلص اليونة الثاني وراها يأخذ التمارين الأضافية ما اليونة الثاني ويضمنهم بامتحان الشهر الأول وامتحان الشهر الثاني لذلك بعض الأساتذة بعد ما ينتهي من اليونت يروح يأخذ التمارين الرظافية المتعلقة به وبعض الأساتذة لا يقول لك أنه لما نخلص اليونت الثالث والرابع أروح أنتقل التمارين الرظافية لأن بيها بعض التمارين المهمة اللي ممكن تجينا بامتحان الشهر الأول وامتحان الشهر الثاني إذا الأستاذ ضمنهم بين ضمن اليونت الأول والثاني أو تجينا بامتحان نصف السنة إذا الأستاذ أخذتهم بالنهاية الكورس إذن اليوم درسنا هو التمارين الرضافية فقط في كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرسات تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجو الفيسبوك على استعطاء حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس شوف هنا نش كاتب لي كاتب لي التمارين الرضافية ويونت 1 الخاصة باليونت الأول إذن بعض الأساتذ بعد ما ينتهي من اليونت الأول يأخذ هذن التمارين ويضمنها بمضمن امتحان الشهر الأول التمارين الرقم 1 شي يقول لي يقول لي write about your favorite meal اكتب عن وجبتك الخاصة ask your teacher to help you with any English words اطلب من مدرسك أن يساعدك في استخدام أي كلمة انجليزية عندما أنت ما تعرفها you don't know أنت لا تعلمها بالبعض الأساتذة يعتبر هذا التمارين يعتبره إنشاء ويضمنه من ضمن امتحان الشهر الأول أو يضمنه من ضمن امتحان نصف السنة فإذا طلبها من أدكم الأستاذ كإنشاء اكتبوا لهذا المقطع النص اللي راح نطلع وإذا ما طلبك إنشاء فيعتبر فقط نشاط لتطوير مهارف الكتابة لدى الطلاب فنبدأ بقراءة المقطع النص اللي كتبناه احنا my favorite meal is breakfast وجبة المفضلة هي وجبة الإفطار in the school days I go to school early في أيام المدرسة أنا أذهب إلى المدرسة باكرا so I have a quick breakfast early in the morning لذلك أحظى بوجبة إفطار سريعة باكرا في الصباح I usually have boiled egg عادة ما أحظى ببيضة مسلوقة and some milk وبعض الحليب but at the weekend لكن في عطل نهاية الأسبوع it is different الأمر مختلف I always get up late دائما مع أصحى متأخة and go outside with my friends then eat sandwich from the mall واذهب مع أصدقائي ثم أأكد السندويت مع أصدقائي في المجمع هذا ما يخص تمري لقم واحد مثل ما وضحنا بالبداية أن بعض الأساتذين يطلبون تمريم كإنشاء فإذا إنشاء لازم تحفظه وإذا ما طلب مندكم الإستاذ كإنشاء فيعتبر فقط لتطوير مهارة الكتابة نشاط صفي تمريل رقم اثنين write short answer to the questions اكتب إجابات قصيرة لهذه الأسئلة what do you have to buy when you want to send a letter ما الذي عليك أو ماذا يجب عليك أن تشتري إذا أردت أن ترسل رسالة شنو لازم تشتري على ما ترسل رسالة an envelope an envelope معناها ظرف هو الظرف اللي يخلون به الرسالة where can you find sea shells أين يمكنك أن تجد الصدف صدف البحر on the sea shore على ساحل البحر name two things that grow in garden الطيلي شغلتين تنمو بالحديقة مثلا على سبيل مثال flowers الأزهار trees الأشجار إلى آخره هذه الأشياء التي تنمو بالحديقة grass العشو إلى آخره هذا مجرد أسئلة شفوية بداخل الصف يسأل الأستاذ كتحطيض اليومي مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي لا غير مهمة لا بالامتحان التحريري ولا بالامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين رقم ثلاثة شي يقول لي complete the sentences use words from the box أكمل الجمل باستخدام كلمات من الصندوق هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجيني بأكثر من صيغة أما يجيني مثل ما هو على شكل إسقاطات أو يجيني على سؤال القواعد مثل ما رح نجي نوضح إن شاء الله بالدقاءات القادمة بالبداية mine معناها ملكي hers معناها ملكها theirs معناها ملكهم yours معناها ملكك وهكذا يقول لي أسقط الكلمات في الفراغات المناسبة my brother want to play with my computer game أخي أو أخوتي يريدون أن يلعبوا بألعاب الحاسوب الخاصة بي but they won't let me play with فراغ لكنهم لا يدعوني أن ألعب بفراغ لا يدعوني أن ألعب بألعاب الكمبيوتر الخاصة بهم اللي ملكهم فأقول theirs that pen isn't for our ذلك القلم ليست for our I only lent it to you أنا فقط أعارته لك إذن هذا القلم ليس ملكك isn't yours I only lent it to you أنا فقط أعارته لك it's for our and I need it now إنه فراغ وأحتاجه الآن إنه mine إنه ملكي وأحتاجه الآن I gave this book to Layla أعطيت هذا الكتاب لليلة so now it's for our لذلك الآن هذا الكتاب يعتبر hers ملكها وهكذا هل سمثل ما هو يجينا على شكل أسطاطات أو السادة تقلت أن يجينا على شكل قواعد أو بصال القواعد على شكل اختيارات مثلا على سمثة نفس الجمدة الأخيرة يخير لي بين هيرز و هير شنو الإختيار المناسب؟ طبعا الإختيار أن تحسه المناسبات لكن احنا وضحنا بدروس السابقة احنا نعرف أن الإكستراكتيفتيز يراجع مواضيع سابقة احنا وضحنا باليونت الأول الفرق بين الهير و هيرز بين الضمائر التملك و صفات التملك وقلنا أن صفات التملك اللي هي الهير يأتي بعدها اسم فعلى سبيل المثال أقول هير بوك كتابها أما ضمائر التملك هيرز من ضمائر التملك الهيرز لا يأتي بعدها اسم و غالبا ما تأتي في نهاية الجملة مثلا أقول هذا الكتاب ملكها ما أقول هذا كتابها هذا الكتاب ملكها فلدائما ضمير التملك يأتي في نهاية الجملة أما صفة التملك يأتي بعدها اسم هذا من الممكن يجيلي بالامتحان التحريري بسؤال القواعد بهذه الطريقة يقول لي بدل تبرين رقم أربعة write five sentences اكتب ست جمال use words from the box باستخدام كلمات من الصندوق نفس الكلمات اللي أخذناها بأكثر من مرة بأكثر من مناسبة اللي هنسميناها من ظروف التكرار always معناها دائما مثلا أقول I always go to school early أنا دائما أذهب للمدرسة باكرا I usually have breakfast at home عادة ما أحظى بوجبة الأفطار في البيت I often أنا غالبا do my homework أفعل واجب البيتي after dinner على سبيل المثال وهكذا أطيق خمس جمال باستخدام هذه العبارات أو أقول I never get up late أنا أبدا ما أصحى متأخر I often have healthy food عادة ما أأكل طعام صحي إلى آخره مجرد الطالب يسوي جمال مفيدة باستخدام ظروف التكرار اللي أخذناها أكثر من مرة في دروس سابقة التمرين اللي بعده أو extra activities اللي بعدها خاصة بيمن بالunit 2 extra activities unit 2 التمارين الأظافية المتعلقة بالunit الثاني يقول لريد about magic's holiday اقرأ عن عطلة ماجد in England في انجلترا and answer the questions ثم أجب على الأسلة write short answers اكتب إجابات قصيرة طبعا ملاحظة هذا التمرين بالمنهج القديم أو هذه القطعة بالمنهج القديم كانت قطعة مطلوبة بالامتحان يعني حالة حال قطع الكتاب لكن بالمنهج الجديد أخذوها أو شالوها خلوها بالتمارين الأظافية لذلك الآن بعض الأساتذة يعتبرها قطعة مطلوبة بالامتحان وبعض الأساتذة ما يعتبرها قطعة كذلك أسأل الأستاذ ماتتك إذا مطلوبة فإنت لازم تحفظها أو تفهمها وتعرف الأجوة مالتها وتحفظها مثل ما رح جاء نوضح إن شاء الله وإذا كانت مطلوبة فهذا يعتبر فقط تمرين كنشاط صفي للقراءة والأسألة مالتها تعتبر أسألة كتحضير يومي غير مهمة بالامتحان التهرين والامتحان الشفوي الآن نجي نقرأ القطعة نوضح مفرداتها وراح نجاب على الأسألة المتعلقة بيها في العام الماضي والدائي أخذوني إلى إنجلترا غادرنا في الأول من شهر جولاي جولاي الشهر جولاي اللي هو الشهر السابع وبقينا في لندن بقوا في لندن لشهر حسنا أحفظ المعلومات اللي هو يعي The weather was terrible الجو كان فضيع The first things we bought were an umbrella and warm clothes أول الأشياء اللي اشتريناها كانت الأمبريلة الأمبريلة اللي هي المظلة and warm clothes وملابس دافعة ليش؟ لأن الجو كان terrible فضيع مثل ما هو وضح Does it always rain here? I asked my father سألت أبوي قلت له هل دائما تمطر هنا He left ضحك It doesn't usually rain in July قل لهو مو بالعادة ما تمطر في شهر جولاي He said قال لي أبي Wait a little next month انتظر الشهر القادم It will be sunny and hot سوف يكون الطقس Sunny, مشمس and hot حار I heard the weather forecast لقد سمعت النشرة الجوية Where are we going next month? أين سنكون ذاهبين في الشهر القادم؟ I asked أنا سألت That's a surprise My father said أبي قال تلك مفاجأة In London We went to the museums في London ذهبنا إلى المتاحف Cinemas السينمات And we went shopping وذهبنا للتسوق One day في يوم ما We went on a boat on the lake ذهبنا في قارب على بحيرة In a park في متنزة And of course We got wet وبالطبع تبللنا After four weeks وبعد أربع أسابيع يعني بعد شهر ثاني We went to the seaside ذهبنا إلى جانب البحار It was sunny and hot لقد كان sunny مشمس Hot We played on Sandy beach ولعبنا على الشاطئ الرملي One week It was 30 degrees في أحد الأسابيع كانت درجة الحرارة 30 درجة مئوية Almost every day بالغالب كل يوم One day في يوم ما It was 32 degrees وفي أحد الأيام كانت درجة الحرارة 32 درجة مئوية We swam in the sea and went sailing سبحنا في البحر وذهبنا للبحار It was a great fun لقد كانت متعة عظيمة At the beginning of the next month ومن ثم في بداية الشهر القادم We had to come back to Iraq علينا أن نعود إلى العراق It was time to go back to school لقد حان الوقت للعودة إلى المدرسة إذن وضحنا القطعة وضحنا مفرداتها الآن نجاوب على الأسئلة اللي قال لي حل إياها What season was it? ما الفصل الذي كانت فيه هذه القصة؟ ذكرنا بالقطعة إنه هم راحوا بشهر جولاي جولاي شهر السابع إذن يا فصل؟ إذن هو فصل الصيف Summer Why did they have to buy warm clothes؟ زي ليش لازم يشترون ملابس دافعة؟ ذكرنا أن الجو كان تيرب والفضيع أو It was cold كان بارد حسب التوضيح اللي وضحه بالقصة Which month will be sunny and hot؟ يا شهر اللي راح يكون الجو بـ sunny مشمس وحار ذكرنا بالقطعة إنه موصله بجولاي وجولاي كان ممطر أو كان بارد وقل الشهر الجاي هو الشهر اللي راح يكون sunny and hot مشمس وحار إذن هو يا شهر شهر August How many different things did they do in London؟ كم عدد الأشياء المختلفة التي فعلوها في لندن؟ كم شغل سووا في لندن؟ سووا عدة أمور أربعة What is the Arabic word for sea؟ ما هي الكلمة العربية لكلمة sea؟ البحر كلمة sea معناها بحر فشن هي لازم تكتب لها الكلمة العربية مثل ما هو طلب فأقول له بحر أو أكتب لها بحر باللغة العربية How many different things did they do in the seaside؟ زي ليش كم عدد الأشياء اللي سووها بالبحر؟ بالبحر سووا شطل الشغلات اللي هي السباحة والبحار وأجرة وقارب What was the temperature on the hottest day؟ أكثر درجة حرارة أو أحار درجة حرارة مروا بها شغلت كانت كانت 32 درجة مئوية What month did they come back to Iraq؟ ما الشهر الذي عادوا فيه للعراق؟ قلنا هما الشهر الأول وصلوا بجولاي والشهر اللي بعده اللي هو الشهر الحار والمشمس كان الشهر اللي بعده اللي هو الشهر August وراها ذكر أن الشهر الجاي لازم يرجعون للعراق اللي هو شهر سبتمبر هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بالقطعة حاولوا تسجلوها بالدفتر أو بكتاب النشاط وتحفظوها إذا طلبها من أدكم الأستاذ لهذه القطعة كقطعة مطلوبة أما إذا ما طلبها فهذه مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمارين أو التمارين الأضافية المتعلقة بالدفتر الثالث شي يقول لي يقول لي write the sentences with the correct punctuation أكتب الجمل بالتنقيط الصحيح منطيني الجمل وقليني قطل إياهم بالبداية احنا نعرف أن الحرف الأول من كل جملة لازم يكون capital فالحرف الأول كان capital كان you اليوم ما بيها شي الكم ما بيها شي الاند ما بيها شي play ما بيها شي at ما بيها شي my house كذلك ما بيها شي tonight ما بيها شي وبالأخير لازم أعرف أن لو أخلي نقطة العلامة السؤال إذا بدأت بفعل مساعد أو إذا السؤال أخلي علامة السؤال إذا كان فعل مساعد إذا نقول له علامة السؤال إذا شغلتين سويت شن إذا شغلتين اللي سويتين أولا الحرف الأول سويتها capital وبنهاية الجملة خليت علامة السؤال لأن بدأت بفعل مساعد الجملة الثانية شي يقول لي يقول لي Nora has gone to the America on the aeroplane نورا الحرف الأول capital أولا بداية جملة ثانية لأن اسم علم has ما بيها شي to ما بيها شي أمريكا لازم الحرف الأول منها capital ليش اسم دولة on an aeroplane ما بيها شي بالأخير أخلي نقطة العلامة السؤال أخلي نقطة ليش لأن لا بدأت لا بدأت سؤال ولا فعل مساعد نورا هي فاعل فاتن and rana bought some oranges pennaples and bananas at the market شوف هنا أنا فاتن اسم الأول capital and rana رانا أهم اسم بنت اسم علم لازم الحرف الأول منها capital bought اشترو شوف هنا أنا احنا ذكرنا سابقا بالفقرة الخاصة بالتنقيق بشرح المفصل أنه مني عدد oranges, pineapples, bananas and in the market مني عدد التعداد راح لازم يكون بينات فارزة فأقول له some تنزل كما هي oranges أنزل الأورنجز وخلي فارزة و pineapples ومن ثم هو أخلي الآن بعد ما يحتاج أخلي فارزة وأكمل الجملة للنهاية وبالأخير يخلي نقطة وليست علامة السؤال ليش نقطة؟ لأن لا بدأت لا فعل مساعد ولا بدأت سؤال هذا ما يخص تمارين رقم واحد من التمارين الأضافية الخاصة من اليونة الثالث هذا تمارين تمارين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري من الممكن أن نجيب لي أحد هذه الجمل بامتحان نصف السنة ويطلب من عندنا نقطة بالسؤال المتعلق بالتنقيق حاولوا نقرون الإجابات بالدفتر وتحفظوهن لمن يمكن أن تجيكم بالامتحان تمارين رقم الثاني هنا أنا تمارين سماعة من ما أنه قال تمارين listen to learn token about his father استمع لأن يتحدث إلى أبيه مجرد تستمع للمحادثة وراح تعرف الشغلات اللي المفروض يسويها أو المفروض اللي ما يسويها هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي تمارين رقم الثالثة read the sentence that tick اقرأ الجمل وضع صح the correct words ضع صح على الاختيار المناسب هذا تمارين تمارين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجيني مثل ما هو على شكل اختيارات أو من الممكن الأستاذ يجيب على شكل اسقاطات شوف أن الفكرة الأساسية تتمد على المعنى have you washed or watched your hands الكلمتين مش شابهات مش شابهات من حيث اللفظ من حيث الكتابة لكن كل وحدة لها معنى washed معناها غسلة watched معناها شاهدة هل غسلت لو هل شاهدت يديك أكيد هل غسلت يديك إذن الاختيار الأصح هو washed الثانية the wolf worked very quickly لو quietly الذئب سارة بسرعة لو سارة بهدوء and the sheep didn't hear him والخرفان لم تسمع بما أنه ما سمعت الخرفان إذن سارة quietly بهدوء Lynn did his homework very badly لو sadly Lynn فعل واجبه البيتي بشكل سيء لو بشكل حزين and he has to do it again وكان عليه أن يفعله مرة أخرى إذن هو ما سواه بشكل جيد سواه بشكل سيء badly لذلك لازم يعيده oh no said Leith قال Leith I haven't bought لو brought the ball back from the park لم أشتري لو لم أعيد الكرة من المتنزه وما يشتريها من المتنزه وأن ما أخذها وياهني سيرجعها فلم أجلب أو لم أعيد الكرة معي من المتنزه هذا كل ما يخص تمريه رقم 3 من طين اختيارا من الشابهات باللفظ بالكتابة ويطلب من أني أن نختار الاختيار المناسب حسب معنى الجملة حسب معنى صحيح للجملة أحاول تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنهم مهمة جدا بالامتحان التحريري خصوصا بامتحان نصف السنة هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أن التمارين الإضافية أغلبها تمارين مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري بها إنشاء، بها سؤال قواعد، بها سؤال تنقيط، بها سؤال مفردات اختيارات واسقاطات إلى آخرهم أغلب الأسات الذين يركزون على هذه التمارين لأن الطلاب لا ينتبهون لها أو الطلاب يتكاسلون أن يقرون هذه التمارين فحاولوا تحفظوها وتسجلوها بالدفتر لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري وعادة ما تكون شاملة شاملة لكل مواضيع السابقة التي أخذه النطالب من خلال اليوميتات الثلاثة الأولى ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أظافة تحبون تقدموها تقدرون تتصاصل مع رحسبات المجدس في الفيديو في الوصف اشتركوا في القناة